أقيم في أربيل بالعراق حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعة الكاثوليكية شهد الاحتفال عدد من الشخصيات الدينية والرسمية من بينهم غبطة بطريارك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية رفائيل ساكو والسفير البابوي في العراق وعدد من أساقفة الكلدان والكنائس الأخرى والأباء الكهنة والراهبات وأهالي الخريجين وعلق غبطة البطريارك ساكو كلمة باسم الكنيسة الكلدانية عبر فيها عن تهانيه الحارة لهذه الجامعة ويأبرشية أربيل وأقليم كردستان وللطلبة الخريجين معربا عن أمله أن يكونوا فاعلين لبناء مجتمع إنساني وأخوي يحترم التنوع والتعددية كما أعرب عن تمنياته أن تدرس التربية الدينية لكافة الطلاب مسلمين ومسيحيين على حد سواء حتى يتعرف الطلاب على المشتركات بين الأديان بشكل صحيح فيتجنب التطرف ترجمة نانسي قنقر